هل سمعت بالخبر يا سامي؟ شوفي يا سالم تماماً من إصابته بالفيروس وسيأتي إلى المدرسة اليوم أجل سمعت ذلك أنا خائف كثيراً بصراحة أخشى أن ينقل العدوى إلينا ليته بقي في المنزل لا أعلم لما سيأتي أنا غاضب جداً علي مرحباً روعة هل فتحتي لي باب المكتبة؟ ابتعد عنا لا نريد أن نراك ما بك يا سالم؟ لا أستطيع فتح باب المكتبة ولا أحد من زملائي يريد مساعدتي لا عليك ولكن لماذا لم يساعدك أحد؟ لأنني كنت مصاباً كما لو أن الأمر كان بيدي سالم هون عليك يا صديقي جميعنا نعلم الفترة الصعبة التي قضيتها بعد إصابتك والألام الشديدة التي تحملتها ولكنني كنت أطمئن عليك من والدتك التي كانت تعتني بك جيداً إلى أن تماثلت للشفاء تماماً ولم تعد ناقلاً للعدوى واستعدت نشاطك وحان وقت عودتك إلينا فحمداً لله على سلامتك مرحباً يا سالم أهلاً زيلة هيا تقدموا ما الذي ستقولونه لسالم؟ نحن آسفون لم نقصد أن نقصو عليك لا عليكم يا أصدقائي لقد سامحتكم جميعاً سالم اسمح لي بأن أعلمك ما فاتك من دروس وأنا اسمح لي بأن أساعدك على حل التبرينات شكراً لك يا سالم لأنك سامحتنا لا عليكم يا أصدقائي فمن واجبنا أن نلتمس العذر لبعضنا علينا أن لا نقصو على من ابتلي بهذا الداء فالأمر لم يكن بيده بل يجب أن نقف بجانبه ونشجعه ونعوضه على ما فاته